السلام عليكم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونتابع موضوعنا حول التأمل والنظر في كتاب الله عز وجل وكنا قد وصلنا إلى سورة القصص ابتداء من الآية 51 كنا تحدثنا عن هذه القصص خصوصا السيرة الداتية لنبي الله الكليم سيدنا موسى عليه السلام وكيف نشأت طفولته وكيف ترعرع في البيت الفرعوني وكيف تزوج وعاش ردحا من الزمن في بيت النبوة مع شعيب عليه السلام ثم كيف كلمه الله عز وجل وكيف كلفه مع أخيه هارون لتبليغ الرسالة وكيف رفض فرعون هذه الرسالة وأمر هامان ببناء صرح عظيم ليطلع على إله موسى فأصاب الله القوم بالعقاب الشديد وأغرقهم في اليم قصص واقعية مثيرة من الزمن الغابر قصها ربنا عز وجل على قلب نبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا زال بمكة المكرمة يعاني الأمرين من صناديد قريش ومشركيهم وكفارهم الذين يرفضون الدعوة فكان ربنا عز وجل يقص هذه القصص على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتبت بها قلبه ويتبت به فؤاده ويواصل تبليغ الرسالة رغم ما يعانيه من عقبات ورغم ما يواجهه من صعوبات ويبشره بأن الفوز للمتقين وأن النصر للمؤمنين تعالوا أيها الأحباب الكرام نواصل تلاوة هذه الآيات والتأمل والنظر فيها ونواصل من الآية 51 يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كن مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون بعد أن قص الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم القصص ليسليه وأيضا ليأخذ منها العبر والعضة قال في هذا الجزء ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون يعني أن هؤلاء القوم يحتاجون إلى من يوجههم ومن يرشدهم ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الأنبياء وأرسل إليهم الكتب المقدسة هنا يقصد ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون يقصد هنا قريشا القرآن الكريم خطابه هنا سينتقل من عالم الحديث عن موسى وفرعون وبني إسرائيل والأمم السابقة هنا سيكون الخطاب مباشر لقريش ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون أي أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم كيف صنع بمن مضى من الخلق ومن الأمم السابقة وكيف أن الله تعالى هو الصانع صنع الوجود وصنع بالناس مصيرهم كل هذا من أجل العبرة والذكرى لعلهم يتذكرون ثم قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هنا يقصد العلماء الأولياء من أهل الكتاب لاحظوا لما خاطب الله قريش وهم عرب بجانب الكعب المشرفة ذكرهم بصفتهم أنهم قلوبهم غلف يرفضون الذكرى لكن سيتحدث عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى هؤلاء ليسوا عرب هؤلاء يهود والنصارى ربنا يتنى عليهم لأن القضية ليست مرتبطة بالعرب وغير العرب فموطن الإنسان المسلم هو عقيدته المسلم إذا سألته ما موطنك عقيدتي العقيدة الصحيحة هي التي تميز ما بين المسلم وغير المسلم ربنا يتني على هؤلاء العلماء الأولياء الصلحاء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لماذا؟ لأنهم آمنوا بالقرآن تصور مقارنة غريبة ومفارقة مريبة قريش عرب جاءهم القرآن ورفضوه رغم أنهم يتقنون العربية ويفهمون معاني الكلام ومع كل هذا رفضوا القرآن سيأتي قوم آخرون ليسوا بعرب وعلى دين آخر إما على اليهودية أو النصرانية وسوف يسمعون القرآن وسوف يفهمونه بقلوبهم ويقنون أنه من عند الله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أي أن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يتمي عليهم بأنهم لما سمعوا القرآن أخذوه مباشرة وعلموا بأنه صدق وسبب نزول هذه الآية كما يروي الصحابي الجبيل أبي أمامة قال إني لتحت راحلة رسول الله يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا وذكر بأنه جاء جماعة أو قدم جماعة من النصارى جاءوا حوالي عشرون رجل أو يقرب من ذلك أرسلهم ملك الحبشة يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جماعة من النصارى ومن كبار علماء النصارى بعتهم ملك الحبشة يبحثون عن النبي الكريم فوجدوه في المسجد المسجد الحرام يجلس هناك يدقر ربه ويستضل بضله فجلسوا إليه وكلموه وسألوه بينما كان كبارا قريش في ناديهم قريبا من الكعبة فلما فرغوا من مساءلة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا أسئلة كثيرة عن الدم الجديد وعن الأنبياء والمرسلين قالوا له نريد منك أن نسمع القرآن الذي تقول بأنك أنزل عليك فبدأ يقرأ عليهم القرآن العظيم وقرأ عليهم صورة يسيم فلما سمعوا تلك الآيات البينات أخذتهم الرحشة وفاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعلموا علم اليقين بأن هذا هو النبي الموصوف في كتابهم وبايعوا النبي الكريم على الإيمان ورفعوا الشهادة كل منهم قال أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كانوا نصارى فعلموا بأن نفس المعاني التي دعا إليها عيسى بن مريم هي المعاني التي دعا إليها محمد بن عبد الله ثم لما سمعوا القرآن تعلموا بأن هذا الخطاب خطاب إلهي وليس من صنع البشر فقراء الصحابة والصغارهم هللوا وكبروا وتعانقوا مع هؤلاء النصارى فلما بلغ الخبر إلى مشركي قريش تقدم أبو جهل ابن هشام مع جماعة من نفر قريش واعترض السبيل هؤلاء النصارى الذين أسلموا وقال لهم خيبكم الله من ركب بعثكم رئيسكم النجاشي من هو وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوا بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه في مقال والله ما نعلم ركبا أحمق منكم وصار أبو جهل ابن هشام يقول كلاما شديدا على هؤلاء النصارى الذين أسلموا فماذا كان جوابهم قالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه وانصرفوا إلى حال سبيلهم هذا معنى قول الله عز وجل وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وكثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أسلموا واعتنقوا هذا الدين لأنهم علموا بأنه صدق ويقين وأن هناك اتفاق كبير بين الكتب المقدسة بين القرآن والإنجيل والتوراة لأنهما كلهم مشكات واحدة وأن الأنبياء جميعهم ينتبون إلى موكب النور كما قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وقال أيضا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا عدد كبير من اليهود ومن النصارى الذين لم يكن عندهم موانع ودوافع وإنما جاءوا خالصين يبحثون عن الحق لما سمعوا القرآن مجرد أن يسمعوا القرآن يعلمون أنه كلام الله كلام الرب جل علاه وخصوصا النصارى كما قال الله تعالى في سورة المائدة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين والله صدق يا ما حتى في عصرنا هذا كنا في فترة في بعض الملتقيات ملتقيات شبابية على الصعيد العالمي كانوا يعتنون بعلوم السلام لسيونس دولابي مجموعة من الشباب ينتمون إلى دول مختلفة كنا في أيام شبابنا نسافر معهم إلى دول كثيرة ونقوم بالحديث عن السلام العالمي لنبدل حروب والغريب أن ننتقينا في دول مختلفة مع شباب نصارى وشابات نصرانيات وسبحان الله بالابتسامة والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة تغير لهم المفاهيم الخاطئة عن الإسلام لأنهم يعتقدون بأن المسلمين متشددين جميعهم ولهم تصرفات جنسية فياضة وأنهم ميلون إلى الدموية وأنهم يحبون تعدد الزواجات كل هذه الأفكار الخاطئة تستطيع أن تمسحها من أدهانهم بجلسة فيها كلام حلو وفيها معاملة حسنة لكن لما تقرأ عليهم القرآن يا سبحان الله أنا عن نفسي في جلسات مع نساء ورجال مسيحيين لن أنسى أبداً الأب جو ولن أنسى الماغة ماغة مسمات ديانا أسلموا مجرد أن سمعوا صورة مريم الماغ ديانا كانت تأخذ كتاب القرآن العظيم تقبله تقول هل كتابكم تحدثت عن السيدة مريم إني عاشقة لمريم إن صورتها لا تفارقني أبداً أحملها معي أينما حللت وارتحلت فلما أخبرتها بأن القرآن الكريم تكلم عن السيدة مريم بل أفرض صورة بكاملها عن هذه العذراء البتول وشرف مقدارها وأنها حفظت فرجها ونفخنا فيها من روحنا صارت تقبل المصحف الشريف وتعانقه وهذا صدق في كل زمن ومكان والقرآن الكريم قد قرر ذلك ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ما جزأ من كان على دين غير الإسلام ثم أسلم إذا كان على غير الإسلام إذا كان من أهل الكتاب كان يهودياً أو نصرانياً ثم أسلم ما أجره؟ أجره مرتين بمنا يعطى الأجر وكأنه لمسلمين معاً هذا زيادة في الأجر والتواب وهؤلاء المتصفون بهذه الصفة كانوا أولاً مؤمنين بالكتاب المقدس إما بالتوراة أو الإنجيل ولما سمعوا بالقرآن آمنوا بالرسول الثاني يكونوا آمن بالرسول الأول إما موسى عليه السلام ثم يؤمن بالرسول الثاني سيدنا محمد وإما أن يكون مؤمن بعيسى ثم يؤمن بالرسول الثاني سيدنا محمد هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين لأنه أسلم مرتين وصدق بنبيين طبعاً الأمر ليس سهلاً لأنه إذا أرد أن يسلم فسوف يجد معاناة وصداً ورداً وكثير هي سيرة من كان على دين النصارى فأرد أن يسلم فقاطعه أهله ودووه من من كان متزوج بمرأة فطلبت الطلاق لأنه أسلم وأصهاره نبدوه وإخوته حرموه من الميرات ليس سهلاً أن تغير عقيدتك ودينك لكن من جاءه اليقين وصبر على الابتلاء ربنا يعطيه الأجر مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أي صبروا على اتباع الحق وهذا فيه تجش شديد على النفوس سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبشر ويقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثلاث أشخاص يعطيهم الله تعالى يعني كيف كان يقولوا احنايا دوب الغشارج يعني كيعطيهم الأجر مرتين مضاعفتين من هم؟ أولاً رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي رجل من أهل الكتاب يهودي أو نصراني آمن بنبيه إما موسى وعيسى ثم آمن بي أي بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأول وعبد مملوك أدى حق الله وحق موليه هذا كان نظام العبودي أيام زمان وكان بعد العبيد يتمردون وحينما يجد غفلة من سيده كان يطعنه بالسكين ويسرق أمواله ويفر فيصير قاتل وصارق ومن ثم سيدنا النبي قال بأن المملوك إذا أدى حق الله وحق موليه لم يغدر وصبر واحتسب حتى يعتقى الله رقبته هذا له الأجر مرتين ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأذيبها ثم أعتقها فتزوجها رجل تعرف على امرأة إما كانت أمة حسينية من العبيد أو تعرف على امرأة ربما كانت خارجها للطريق امرأة تقوم بالمحرمات وتعرف لها فستر عليها ثم أدبها ثم بعد ذلك تزوجها هذا له أجره مرتين هدو ثلاث أشخاص يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنيبيه ثم آمن بي وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأذيبها ثم أعتقها فتزوجها ثم يقول ربنا عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون هذه الصفات للأهل الخير في هؤلاء الناس ففي الحديث قال النبي الكريم من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين ولنا ما له وعليه ما علينا ومن أسلم من المشركين فله أجر واحد وله ما لنا وعليه ما علينا إليك الإنسان المشرك وأسلم له أجر واحد إذا كان من أهل الكتاب له أجره مرتين إلى أن قال ويدرؤون بالحسنة السيئة أي لا يقابلون السيئ بمثله ولكن يعفون ويصفحون من صفات هؤلاء القوم يتمتعون بقلب كبير ونفس أبية حتى من أسى إليهم هم لا يسئون بل دوما يحسنون وهذه صفة عظيمة جدا ومما رزقناهم ينفقون أن فيهم الكرم وفيهم الجود ينفقون على خلق الله ينفقون النفقة الواجبة لأهلهم وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم وينفقون الزكاة المفروضة على الثقراء والمساكين والصدقات المستحبة من التطوعات والنفل والقربات من صفات هؤلاء يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون من علامات أنه ليس ببخيل وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه قد يجدنا هناك أناس يتحدثون عن اللغو عن القيل والقال فهم لا يخالطون أهلهم ولا يعاشرون أهل الله بل دائما يبحثون عن الكلام الذي فيه منفع إما فيه أمر بالمعروف وإما فيه إصلاح بين الناس وإما فيه ذكر الله هكذا قال النبي الكريم كل الكلام باطل أي كلام باطل إلا كلام فيه أمر بالمعروف أو كلام فيه إصلاح بين الناس أو ذكر لله فمن صفات هؤلاء أنهم يدرؤون بالحسن السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه يبتعدون عن أماكن التي فيها القيل والقال وفيها كلام ليس فيه منفعة وإذا مروا باللغو مروا كراما ثم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين النظم إذا وقع لهم شدآن مع الآخرين ووقعوا في مشادات كلامية هم لا ينزلون إلى مستوى العامة هم يبقون في السمو ويبقون في العلو يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني كل واحد هو على حاله كل واحد فينا على حاله لكم دينكم وليدين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي دائما يقدمون السلام يرفعون الراية البيضاء ويعلم أن الآخر الذي سوف أدخل معه في الجدال ربما هو جاهل بالمضامين فكيف لي أن أقنعه إذا فقدوا الشيء لا يعطيه ثم قال ربنا عز وجل عن هؤلاء القوم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتقي ببعضهم فيطبق هذه الأخلاق الكريمة هو النموذج الأمتل سيدنا النبي هو الأسوة بعدها قال ربنا عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الخطاب موجه لسيدنا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول له ربنا يا محمد إنك لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ الله تعالى وحده يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة كما قال في أي أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وكان سيدنا النبي حريص على أن الناس كلهم يسلموا خصوصا من عائلته وأقاربه وبني جلدته ومن قبيلته كان حريص فقال له ربنا عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقيل بأن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا بأن عم النبي الذي كان يربيه وكان يحوطه وكان يناصره ويحب حبا شديدا للأسف أنه لم يؤمن لأن حبه لم يكن حبا شرعيا كان حبا طبيعيا فطريا حينما أدركته الوفاة وحان أجله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعوه للإيمان والإسلام ولكن سبق القدر فيه ومات على الكفر والعياد بالله فقد جاء في السيرة أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فوجد من يعوده وجد عنده أبا جهل ابن هشام وعنده عبد الله بن أمية ابن المغيرة فتقدم النبي الكريم وهو حزين على عمه قال يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فالتفت إليه أبو جهل وعبد الله بن أمية قالوا له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب أترغب عن ملة آبائك وأجدادك أتترك آلهة آبائك وعائلتك وسيّبنا النبي لا يلتفت إليهم يقول يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ولم يزل النبي الكريم يعرضها عليه ويرددها وأبو جهل وابن أبي أمية يعاود تلك المقالة حتى في الختام ماذا قال أبو طالب قال هو على ملة عبد المطالب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ففضت روحه ومات على غير الإيمان فحازن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وبكى بكاء حتى ابتلت لحيته بالدموع وقال يا عم يا عم إنك كنت تحيطني وتنصرني وتحبني لا أستغفرن الله لك ما لم أنهى عنك لا أستغفرن الله لك وبدأ يستغفر يا رب اغفر لعمي إنه مات على غير عاقذ التوحيد يا رب اغفر لعمي فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا نهى عن الاستغفار لأن هذا ليس بمسلم وبكى النبي الكريم بكاء شديدا فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ثم قال ربنا عز وجل حكاية عن جماعة من أهل قريش كبراء قريش الذين اعترضوا الدين الجديد ورفضوا أن يسلموا وتعللوا بدواع اقتصادية وبدواع مالية ماذا قالوا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون مشرك قريش رفضوا أن يسلموا قالوا يا محمد هذا الدين الذي أتيت به سوف يضع أمامنا العرقيل هناك قبائل وهناك عدة جهات لنا معها مصالح وإذا أسلمنا فقد نتعرض للأذى والمحاربة قد يتخطفون من أي مكان وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعني هناك قطعة طرق لأن مكة جاءت هي موطن القبائل والقوافل وهناك قطعة طرق في كل مكان سوف نتخطف من أرضنا نتعرض للأذى والمحاربة فربنا عز وجل بين هذه العلة وهية وقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يعني بالله عليكم أليس الحرم الشريف قبل الإسلام كان هو سبب أن ربي جعل هذا البلد آمنا قبل الإسلام لما جاء إبراه الأشرم وأراد أن يهدم الكعبة وفر كل العرب وتركوا الكعبة وقالوا للبيت رب يحميه وجاءوا بفيلهم ربنا أرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ولم يستطع أحد أن يصل إلى الحرم لأنه آمن أو لم نمكن لهم حرما آمن فكيف يكون هذا الحرم آمن وهم كفار ومشركين أما إذا أسلموا وآمنوا واتبعوا الحق فإنه سيكون أكثر حرمة وأكثر كرما ثم قال ربنا عز وجل أولم نمكن حرما آمن يجبى إليه ثمارات كل شيء وفي قراءة تجبى إليه ثمارات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله تعالى جعل هذا البلد الأمين هو موطن الرزق تأتيه التمار من كل القبائل حوله كتنكى الطائف وغيرها من الأماكن تجبى التمور والأمتع والمتاجر رزقا من لدنا لأن هذا الحرم دعا له سيدنا إبراهيم الخليل قال رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من التمارات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا البلد رغم أن ما فيه فلاحة عبارة عن صحراء قاحلة محاطة بسلاسل جبلية مناخ شديد الحرارة ومع ذلك ربنا قرر أن يكون هذا البلد آمن وفيه الخيرات واتمار من كل جانب أو لم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه تمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وهذه فيها إشارة أن بعض الدول المعاصرة أحيانا تقول إذا لم نخضع لقرارات صندوق النقد الدولي ولم نخضع للقرارات التي تفرضها الدول العظمى فإننا سوف نتعرض للمضايقات الاقتصادية كم من القرارات طبقت في البلاد العربي والإسلامية بخصوص التعليم بخصوص مدونة الأحوال الشخصية بخصوص حقوق الإنسان ووقعت الدول العربية لأنها ضعيفة وتخاف من المضايقات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي ومن الدول العظمى وهذه القرارات كانت كارتية على التعليم على الصحة على المجتمع على الإنسان وعلى الأسرة خصوصا والعلا دائما يخافون من عدم التوصل بالمساعدات أو التعرض للمضايقات هذا كله مجرد أوهام وليس بجديد حتى قريش قبل قبل نبي كتير في عهد نزول الوحي قالوا للنبي الكريم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ولكن الواقع أنهم لما أسلموا وأدعنوا لأمر الله وطبقوا شريعته ما الذي وقع هؤلاء العرب اللي كانوا قبائل متنحرة كانوا شردمة لا قيمة لهم ولا صول لهم لما اعتنقوا الإسلام وطبقوا شريعة القرآن ما الذي وقع لهم في أقل من ربع قرن هداهم الله تعالى وبسطوا أجنحتهم على مشارق الأرض ومغاربها أقل من ربع قرن في الفتحات الإسلامية كيف صار النصر وصارت الهدى وصار العلم وصار الخلق وصار الإيمان في أقل من ربع قرن فربنا عز وجل قال بأن قضية المضايقات الاقتصادية والخوف من الأمن هي مجرد مجرد مزاعم واهية وإلا فإن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ولكن أكثرهم لا يعلمون فهذا الخطاب هو موجه لكل الأمة في كل زمن ومكان ونحن كم عانينا في القرن العشرين كم عانينا من سياسات ذولية تفرض علينا مجموعة كبيرة من القرارات نغير التعليم نغير مدونة الأسرة نغير نظام الصحة نغير نظام الإعلام وفي الختام لا شيء الرزاق هو الله تعالى وهؤلاء الدول الآن هم في حي صبيص ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك ينتقل من عالم قريش إلى عالم التاريخ وعالم الكون فيقول سبحانه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارتين ربنا يشير إلى أقوام أخرى في الزمن الغابر قبائل سمها قرية أي زمن تسمى قرية وإلى القرية فهي المدينة العظيمة طاقت وكفرت بأنعم الله رغم أن الله تعالى أعطاه النعيم بطرت معيشتها البطر والعياد بالله البطر هو عندك النعمة ولا تشكر هذا الذي وقع للناس في القرن العشرين أو الواحد والعشرين لما نرى مشكل الكورونا أو هذا الفيروس التاسع عشر هو أن الناس عندهم نعم عندهم نعم كثيرة ولكن من يشكر ربنا عز وجل على هذه النعم من يحمد الله تعالى على هذه الخيرات الشاكرون والذاكرون والحمدون بنسب متثاوتة ولكن هناك من لا لا يعتبر بالدين ولا ينتبه إلى هذه النعم هذا ما يسمى بالبطر أعطاك الله النعمة ولا تشكر ونعود بالله من زوار النعم بعد إتائها من أعظم العقوبات وهو سلب النعم بعد إتائها أن الله يعطيك نعمة ثم يسلمها منك هذا ما وقع لنا في زمن الكورونا كنا ننعم بنعم كثيرة نعم التجول نعم التقارب نعم السلام بالأحضان يا وطني الآن للأسف الكل صار يتباعد ونعم كثيرة اقتصاد وسياحة وصحة وتعليم كله أصابه الخلل بسبب ربما عدم الشكر خطيئتنا لكي نرفع هذا هذا الابتلاء ما علينا إلا الشكر هذا منطق القرآن منطق القرآن أن ربنا عز وجل لا يسلب النعم بعد إتائها لأن الناس أنهم أهملوا الشكر وأهملوا الحمد وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يعطينا يعطينا ربنا أن نتأمل في أمم سالفة هذا الأمر يعرفه خبراء التاريخ من يقرأ التاريخ ويعلم الأمم التي سبقت انظر إلى عهد اليونان وعهد الإغريق وعهد الفراعنة وانظر إلى العهود القديمة حتى في العهود الإسلامية وفي العهود التي قبلها أمم مرت في التاريخ وكأنها لم تكن لم يبقى إلا الأطلال فالأرض كلها تشهد على الأطلال الأهرام مثلا سبعة ألف سنة قبل الميلاد دليل على أن هناك قوم عظماء بنوا الأهرامات أين هم الآن تحت الأرض تنظر إلى تمتال كيليو باترا يظهر لك بأنه يرمز إلى امرأة كنت تحكم العالم ولم يبقى إلا 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 تمتالها لفي مصر الآن عبارة عن عن أسد له رأس إنسان الأسد الجتة أسد ترمز إلى القوة والرأس إنسان يرمز إلى الدكاء وقصر البطراء في الأردن أنهم ينحتون من الجبال بيوتا عظمة على عظمة أين هم أهلها لقد ذهبوا لم يبقى إلا الآثار وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين الله تعالى هو الوارث الله عز وجل يريد كل شيء هذه الدور كانت فيها حضارة وكانت فيها مدنية وكانت فيها عمران الآن صارت خرابا ليس فيها أحد خراب في كل مكان في أهد سيدنا سليمان عليه السلام مر على بلاد كانت فيها حضارة قائمة وكانت فيها مدنية عظيمة لكن رأها بأنها صارت خرابا لم يبقى فيها إلا البوم وسيدنا سليمان كان يفقه منطق الحيوان ومنطق الطير ومنطق النمل فالتقى ببومة بومة كبيرة قال لها أيتها البومة ما لكي لا تأكلين الزرع قالت لا أكل الزرع لأنه أخرج آدم من الجنة بسببه أخرج آدم من الجنة فلا لا أكل من الزرع فقال لها وما لكي لا تشربين الماء قالت أنا لا أشرب الماء لأن الله تعالى أغرق قوم نوح بالماء فقال لها يا بومة ما لكي لا تأوين إلا إلى الخراب قالت لأنه ميرات الله عز وجل الخراب ميرات الله وكنا نحن الوارثين وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء الأمم كم من أمه كانت تعيش نعيم وعندها حضارة وعندها سنم وسلام وأمن وأمان ولكن للأسف لم تشكر نعم الله فأصابها الله تعالى بسلب النعم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون والعياد بالله فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا أي أن الديار كلها لا ترى فيها مساكن وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ربنا يبعث الرسل ويبعث الأنبياء لينذر الناس على أن الإيمان هو المخرج وشكر الخالق هو الكفيل بالحماية ثم بعدها يقول ربنا عز وجل في الختام وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون هذا كأن خاتمة لهذا المقطع القرآن الكريم فيه وحدة موضوعية يطرح الإشكال في المقدمة ثم يفصله في المضمون ثم يأتي بالخاتمة وكأنها موعدة بليغة فيها حسن الختام وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها كل ما عندنا الآن في الدنيا من هذا النعيم هو من زهرة الدنيا الفانية وكأن الله ربنا عز وجل يبين لنا أن الدنيا لا تساوي أي شيء ينظر إليها بحقارة أنها ليست دار إقامة بل هي مجرد معبر الدنيا معبر الصالحون كانوا يقولون دارنا هي الدار الآخرة والدنيا مجرد معبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الدنيا دار من لا دار له ويجمع لها من لا عقل له نعيش في الدنيا ليس للخلود وإنما نعيش للعمل نعيش للصلاح ونعلم بأننا مودعين فقط أن تسجل وتترق بصمتك بأنك مررت من هنا وفعلت خيرا أما الدار هي الدار الآخرة ربنا أعد فيها النعيم العظيم وما أوتت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى ما عند الله خير عظيم جدا وأبقى في الخلود ما في موت ما في ثناء ما في نهاية إلى أبد الآبدين وهذا كقول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باقى كل واحد عنده الأموال عنده الجاه سينفد لكن ما عند الله من الإيمان والخيرات والحسنات باقى ثم قال وما عند الله خير للأبرار العقلاء ينظرون إلى ما عند الله خير للأبرار لأن الدنيا متاع قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع مشرد متاع ثم سرعا ما ينصرف لكن الناس يحبون الدنيا رغم كل شيء بل توترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه لا شيء ثم ختم ربنا عز وجل فقال أفلا يعقلون يعني هؤلاء القوم ألا يعقلون من يقدم الدنيا للآخرة رغم كل هذه البيانات أنه لازال يتمسك بالدنيا ويعظم أمرها ويفتح الحروب من أجل بعض خيراتها مع أن الآخرة هي الدار التي فيها الخلود الأبدي والإنسان العاقل يأخذ من الدنيا ما يستره وما يقيم به أوده وما يقضي بحاجته يأخذ من الدنيا ما هو معقول لكي يتفرغ لعمل الآخرة من عبادة وطاعة لله وإحسن للخلق وتعاون على الحياة الهنية والرغيدة إلى أن قال ربنا عز وجل أثمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يذهب له كل شيء من المحضرين يعني من المعدبين نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين ويختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله